إيه اللي هيفرق الإمام الجديد لو صح التعبير يعني والواعظة الجديدة عن أئمة من عشرين سنة أو من تلاتين سنة يعني أطول بالك علي وفتح لي صدرك وخلي صدرك راح أنا عندي خطاب شديد التطرف كان موجود للأسف الشديد في مصر في فترة السمعينيات والثمانينيات والتسعينيات والألفنات وكان يطلع لي العمدة في إعداد العدة من ناحية ويطلع لي مش عارف فلاني فلاني في أنهي جامع ما هوش إمام ولا أزهري حتى كمان ويطلع لي مش عارف في قدرة التوحش وهكذا حلو كده طيب والأئمة بتوعي برضو كنوا موجودين والوعظ بتوعي برضو كانوا موجودين على ما يبدو في شيء ما أدى إلى أنه الشبان والشابات الرجال والنساء وعادة ما بيقوش الناس الكبار اللي في السن الهادين العقلين دول بيبقى بقى السن اللي هو إيه 30 وانت نازل كده أظن يعني إيه اللي خلاهم يروحوا لأئمة التطرف مش عايز نسميهم أئمة لرجال التطرف والإرهاب والتشدد والظلام ويبتعدوا عن الأئمة بتوعي اللي خرجين المعاهد الأزهرية والكليات الأزهرية ومعتمدين من الوزارة وزي الفل أنا بقولك الكلام ده وأنا قلتها مرة على الهواء أنا جدي جدي مش جدي 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 أنا أزهر كان بيلبت زي حضرتك كده الجبة والأفطان ومية فل و14 جدي الشيخ عبدالويب أزهري أزهري الله يرحمه الله يرحمه يا رب فإيه اللي خلا الناس تروح لدول وتسيب الأئمة بتوعنا اللي زي الفل وبالتالي وإيه الاختلاف عن الجيل اللي طالع ده عن سابقه من أجيال جميل هو علشان نقول إيه خلا الناس يعني تكون في اتجاه تاني غير الاتجاه المفروض اللي هم يكونوا فيه اتجاه السماع للشيوخ الوسطيين اللي بيتكلموا بمنهج الأزهر الشريف الوسطي اللي احنا بنفخر به في كل مكان والذي يأتي له الناس من كل مكان وافدين من العالم علشان يتعلموا عندنا هنا هذا المنهج الوسطي اللي هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم عايزين نقول حضرك أن كان فيه وصول من الفئات دي اللي حضرتك ذكرتها اللي عندها فكر متطرف وفكر منحرف إلى الناس بصورة أكبر من مؤسسات الدولة يعني من سبع أو ست سنوات كنت ممكن الإمام يبقى قاعد في مسجده يلاقي بيجيله كتب وبيجيله مجلات من الناس دي ممكن ما كانش المؤسسات بتقوم بدورها الكامل قبل كده لا تعال بقى فيه جاذبية ما عند الناس دول وما كانتش متوفرة عندنا مانا بقول لحضرتك كان عنده إيه عنده المادة العلمية بيوصلها للناس الكتب كانت بتوصل للناس في المسائج أنت دلوقتي بتقوم بالدور ده بالمنهج الصحيح بتاعك يعني مثلا على سبيل المثال الكلام يعني بعضه بيجيب بعضه إحنا لما يكون فيه بروتوكول تعاون بيننا وبين وزارة الثقافة وزارة الأوقاف ممثلة في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وزارة الثقافة ممثلة في هاي المصرية العامة للكتاب ويصدر عن هذا البرتوكول إصدار سلسلة اسمها سلسلة رؤية للفكر المستنير السلسلة دي يصدر عنها 32 مؤلف باللغة العربية و23 مؤلف مترجم للغة أجنبية و10 مؤلفات للناشئ للأطفال الصغر ده قبل كده ما كانش موجود ولا وكمان احنا مش بيصدر بس بتقولهم روحوا دوروا عليه لا ده احنا بتعليمات من معالي الوزير كل إمام في كل ناجع وفي كل قرية وفي كل مكان يوصل ليه هذه المؤلفات إن لم تكن كاملة فجزء منها وأيضا هي موجودة دلوقتي في معرض القاهرة للدولة للكتاب في جناح المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بتخفضات كبيرة جدا لأن احنا هدفنا أن الأمور يعني يكون فيه ثقافة عامة عند الشعب مش بس عند الأئم لما يكون ده متاح للإمام دلوقتي عنده المصدر عنده المنبع الصافي اللي يتلقى منه المعلومة غير لما كان بيجوله كتاب هو مشوه الكتاب ممكن بعض الناس زي ما حضرك قلت احنا كنا في فترة من الفترات المنابر ما كانتش محكومة احنا مش هنجدب على نفسنا احنا هنتكلم بمنتهى الشفافية لكن من بعد في السبع ثانوات اللي فاتت دي بدأ ضبط المنابر وإحكام السيطرة عليها من وزارة الأوقاف إحكام كامل وديك دليل ياوسي يوسف احنا لما جينا نقول في أزمة كورونا وجينا نقول يعني تقديم ترتيب الأولويات وتقديم المصلحة في الحفاظ على حياة الإنسان والحفاظ على صحته أولى من إقامة الشعائر بالنصوص مش هوى ده شرع ربنا سبحانه وتعالى وربنا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ودي الأولويات الحفاظ على النفس العبادة تقدر تأديها في ظل هذه الأزمات في بيتك لكن حفاظك على نفسك من أولى الأولويات الإنسان مكرم عند الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول لما جينا نقول إحنا هنقفل المساجد ما كانش فيه انتهاكات للمساجد ده أكبر دليل على أن انت عندك سيطرة هنحكم المنظومة طبعا عندك سيطرة كاملة عن المساجد لما جينا نقول هنفتح فاتحة تدريجي كان فيه التزام طبعا احنا كل الشكر وكل التقدير لرواد المساجد للشعب المصري صاحب الوعي وصاحب الثقافة أنه هو يتعاون معنا في تنفيذ هذا الأمر لكن الشاهد عندي في الكلام أنه أنا لو لم أكن كوزارة محكم السيطرة على المساجد ما كانش ده حصل فمن باب أولى أصبح إحكام السيطرة على اللي هيطلع يشكل وعي الناس ويكلم الناس ويشكل ثقافة الناس أنا محكم السيطرة على في إيدي أنا في إيدي طبعا حلو طبعا من ضمن الأمور التي ضبطت هذه العملية الخطبة الموحدة إحنا عندنا الآن الخطبة تعد إعداد جيد وعايز أقولك أنها يعني بتعد من مجموعة من المتخصصين من أبناء وزارة الأوقاف والقيادات كلها بتراجع وفوق كده معالي الوزير يراجع بنفسه كل كلمة في خطبة الجمع ثم بعد ذلك تنشر على موقع الوزارة علشان تكون متاحة للأم دكالة